عاد جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملك رانيا العبدالله إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى اليابان التقى خلالها في اجتماعين منفصلين مع إمبراطور اليابان وولي عهده كما أجرى جلالته مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني وعقد سلسلة لقاءة لجلالته مع عدد من المسؤولين وقادة الأعمال اليابانيين أربعة وستون عاما من العلاقات بين الأردن واليابان أثمرت عن التعاون في عدة مجالات يسعى البلدان إلى تطويرها والبناء عليها هذا ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها كانت إحدى محاور اللقاءات التي عقدها جلالته مع عدد من كبار المسؤولين هناك إذ أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أن بلاده مستمرة بثبات في دعم الأردن بكل السبل من خلال القطاعين العام والخاص كما تم توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين واتفاقية قرض سياسة التنمية قرض دعم الموازنة العامة المقدم من الحكومة اليابانية للأردن بقيمة 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات وذلك بحضورهما التطورات الإقليبية ومنها جهود الحرب على الإرهاب والتعاون الأردني الياباني بهذا الخصوص والقضية الفلسطينية والأزمة السورية قضايا كانت حاضرة أيضا وتم البحث فيها مع رئيس الوزراء ومع وزير الخارجية الياباني إذ أكد جلالة الملك على أهمية إنعقاد الاجتماع الرابع لحوار السياسات المشترك بين الأردن واليابان في عمان مطلع العام المقبل جلالة الملك التقى أيضا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا الذي أكد أن الوكالة ستعمل على تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية التي تعمل في مجال الطاقة والأفكار الريادية على الاستثمار في الأردن آفاق توسيع التعاون العسكري بين البلدين تناوله اللقاء الذي جرى بين جلالة البلك ووزير الدفاع الياباني إذ أشار جلالته إلى التعاون والتنصيق بين البلدين بهذا الخصوص حيث تم تنظيم جولة من اجتماعات العقبة بشكل مشترك بين الأردن واليابان في شهر نيسان الماضي لمناقشة التحديات الأمنية في منطقة جنوب شرق آسيا الاعتزاز بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن واليابان هذا ما أكده لقاء جلالة الملك بولي العهد الياباني الذي سيعتل العرش العام المقبل هذه الزيارة التي اختتمت بلقاء رئيس الوزراء الياباني استهلها جلالة الملك بلقاء إمبراطور اليابان والذي أعرب خلالها عن تقديره لليابان على دعمها المتواصل للأردن لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المملكة كما تخلى لها مأدبة غداء أقامها جلالة الإمبراطور وجلالة الإمبراطورة تكريما لجلالة الملك وجلالة الملكة